تحدث عدل القيعي مدير التصويق والاستثمار السابق بالنادي الأهلي عن قضية عودة الجماهير للمدرجات المصرية مرة أخرى قائلا إن هذا الأمر يتوقف على التزام خمس جهات هي الجماهير والأمن والأندية والتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة وعلى كل عنصر أن يراعي مصالح الآخرين حتى تنتهي أزمات المدرجات عودة الجماهير لها أكثر من محور لها جمهور لها دخلية واجهات مسؤولة لها أندية لها اتحاد لها وزارة الشباب الخمسة دول يجب أن يتفقوا على سيناريو وبرنامج ملزم للجميع كل واحد في الخمسة يراعي مصالح الأربعة التانيين باحترام متبادل والذي يخرج عن النظام يحسب بمنتهى الحسم ما لهاش حل اللي تاني كده إنما لو تعاملت إن فيه فئة أقوى من فئة والنهار ده دي بتضغط بالشعبية ودي بتضغط بالسلطة ودي بتضغط مش عارف بإيه كل ده مش هيحل اللي هيحل إن كلنا نتفق المصلحة فيه وأنا عايز أقول للجمهورنا في الآخر الحب ما بيئزيش حبني من غير ما تئزيني الأهلي والزمالك بيدفعوا غرامات وبيدفعوا انتقال لملعبهم وبيدفعوا إن ما يستمتعوش بجماهرهم من جراء هذه المشكلة يجب إن يكون لكم قيادات تقدر تتفاهم بنياب عنكم وتوصل لحلول تحصلوا على الاحترام الواجب وحقوقوا في دخول المباراة بس ما حدش بيخش بالقاش إما تحب تروح السينما ما بتعملش مظاهرة عشان تخش الفيلم خش الفيلم وقطع تذكرتك ادعم بناديك الخرطوم مباراة حاجية عشور الأدم نادي المريخ بيقولوا رئيس النادي قال حفتح المدرجات ببلاش للجمهور عشان يجي عدد كبير كانوا خسرانين ثلاثة قالوا له لأ حنقطع تذاكر عشان ندعم نادينا ودفعوا 2 مليون شوية ونديم كيسة واربعة في وجود هذا الجمهور 65 ألف متفرج ده النموذج ده النموذج إناش دعوة أنا داخل أتفرج على كورة أنا مالي أخلص طاري في حتة تانية ولا شعار ضد رئيس نادي تاني ولا ضد سلطة لا خرجنا عن الرياضة ما حدش هيسمح بهذا وفي نفس الوقت مش معقولة تعزبني عشان نخش أتفرج على مباراة اشتركوا في القناة